أوقف الكتابة أريد النزولة كيف يسبب المخ دوار الحركة يقضي البشر المعاصرون وقتا أطول في الجلوس مقارنة بأي وقت مضى الوظائف المكتبية قامت باستبدال الأعمال الأدوية وجود السيارات ووسائل النقل مكنتنا من السفر والترحال ونحن جالسون ووجود الإنترنت جعل من الممكن أن تقضي حياتك كلها وأن تجالس فأنت الآن تستطيع العمل عن بعد ويمكنك التسوق واستخدام الخادمات المصرفية عن طريق الإنترنت قد يبدو هذا أمرا جيدا لكنه في الحقيقة لا يخلو من السلبية تصرف الأموال الطائلة الآن على الكراسي المكتبية المصممة بعناية لتراعي راحة الناس ولتجنب الأضرار الجسدية التي قد يسببها هذا الجلوس الطويل علاوة على ذلك الجلوس لوقت طويل في الطائرة يمكن أن يكون قاتلا بسبب احتمالية التجلط الأوردة العميقة قد يبدو هذا غريبا ولكن في الحقيقة الحركة القليلة ضارة جدا الحركة أمر مهم ولهذا يجد البشر الحركة ويتحركون كثيرا ويمكنك أن ترى هذا واضحا فالبشر الآن يغطون سطح الكرة الأرضية كلها وفي الواقع ذهبنا أيضا إلى القمر أخبرنا أن السيرة لميلين يوميا مفيد للمخي ولكنه في الحقيقة مفيد لكل أجزاء الجسد هياكلنا العظيمة تطورت لتسمح لنا بالسير لمدة طويلة فترتيب وخصائص القدمين والساقين والخصر وتصميم الجسد كله مثالي للحركة بشكل مستمر وهذا الأمر ليس فقط في شكل الجسد ولكن من الواضح أننا مبرمجون للسير والحركة بدون أن نستخدم مخنا توجد كتل عصبية في عمودنا الفقري تساعدنا على التحكم في حركتنا بدون تدخل واعي منا هذه الكتل العصبية يطلق عليها مولدات الأنماط وتوجد في الجزء السفلي من النخاع الشوكي في الجهاز العصبي المركزي مولدات الأنماط هذه تحفز عضلات وأوتار الأرجل للحركة بشكل نماطي محدد لنقوم بالمشي ولهذا يطلق عليها اسم مولدات الأنماط تقوم مولدات الأنماط هذه أيضا باستقبال إشارات من العضلات والأوتار والجلد والمفاصل لمعرفة إن كنت تسير على منحدر على سبيل المثال لكي تقوم بتغيير وتعديل النمط وشكل الحركة لكي تتماشى مع طبيعة المكان الذي تسير عليه وهذا مما قد يفسر لماذا يستطيع شخص السير حتى وإن كان غير واعي كما سنرى في ظاهرة السير أثناء النوم لاحقا في هذا الفصل قدرتنا على الحركة بسهولة بدون تفكير في حركتنا سواء في محاولتنا للهروب من بيئة خطيرة أو للبحث عن الطعام أو لمطاردة فريسة أو للهروب من الحيوانات المفترسة هي التي مكنت جنسنا البشرية من البقاء حتى الآن إن أول كائن حي خرج من البحر ليعمر الأرض كان السبب في حياته كائنات تعيش في الهواء على سطح الأرض وهذا لم يكن ليحدث إن ظل هذا الكائن الحي في مكانه تحت البحر بدون حركة هنا يأتي سؤال إن كانت الحركة جزءا لا يتجزأ من حياتنا كبشر ومهمة للغاية لصحتنا وبقائنا وإن كنا قد طورنا أنظمة بيلوجية معقدة لكي نضمن قدرتنا على الحركة بسهولة ويصر لماذا إذن في بعض الأحيان تجعلنا الحركة نتقيأ؟ هذه هي الظاهرة التي تعرف بدوار الحركة أو دوار السفر في بعض الأحيان وبدون أي مقدمات فقط كوننا نتحرك يجعلنا نتقيأ ونتخلص من إفطارنا أو نخسر غداءنا أو نخسر أي وجبات أخرى أكلناها لتونا في الواقع ليست المعدة أو الأحشاء هم المسؤولين عن هذا المخ هو المسؤول ما هو السبب إذن الذي يجعل المخ متحديا لذهور عديدة من التطور يقرر أن الانتقال من النقطة ألف إلى النقطة باء سبب مبيح وكاف للتقيوي في الحقيقة المخ لا يتحدى طبيعتنا وتطورنا على الإطلاق بل المشكلة ترجع للأنظمة العديدة والآلية المختلفة التي نعتمد عليها أثناء حركتنا دوار الحركات يحدث فقط عندما نتحرك بوسائل اصطناعية عندما نكون داخل مركبة ما هذا هو السبب لدى البشر مجموعة متطورة من الحواس والآليات العصبية التي تخلق بداخلنا استقبال الحس العميق وهي قدرتنا على الإحساس بوضعية أجسادنا وكيف تتحرك أجزاؤنا إذا وضعت يدك خلف ظهرك ستظل تشعر بها وتعرف أين هي وما هي الإشارة الواقحة التي تقوم بها وأنت في الحقيقة لا تراها هذا هو استقبال الحس العميق يوجد أيضا النظام الدهليزي الموجود بالأذن الداخلية وهو عبارة عن مجموعة من القانوات الممتلئة بالسوائل هذه القانوات عبارة عن أنابيب عظيمة ووظيفتها أنها تراقب اتزاننا وحركتنا يوجد بداخل هذه القانوات مساحة كافية لكي تتحرك بداخلها السوائل بتأثير الجاذبية ويوجد بداخلنا أيضا خلايا عصبية تستطيع تحديد مكان وشكل هذه السوائل داخل القانوات ليستطيع المخ بهذا أن يحدد موقعنا واتجاهنا فإن كانت السوائل موجودة في أعلى القانة هذا يعني أننا مقلوبون رأسا على عقب وهذا في الأغلب ليس الوضع المثالي الذي يجب أن نكون عليه ويجب علينا حينها أن نتدارك هذا الوضع في أقرب وقت ممكن حركة الإنسان سواء كانت بالسير أو بالجري أو حتى الزحف أو القفز تصدر مجموعة محددة جدا من الإشارة فعندما نسير على أقدامنا توجد هذه الحركة الاهتزازية الثابتة لأعلى والأسفل بالإضافة إلى سرعة جسدك والقوى الخارجية التي تؤثر عليك كحركة الهواء حولك وما ينتج عن هذا كله من حركة السوائل الداخلية للجسد كل هذه الأمور يدركها ويشعر بها نظام استقبال الحس العميق والنظام الدهلي زي بداخلنا الصورة التي تراها أعيننا هي صورة للعالم الخارجي المتحرك يمكننا أن نرى نفس الصورة إن كنا نتحرك والعالم ساكن من حولنا أو إن كان العالم الخارجي هو الذي يتحرك ونحن ساكنون وهتان القراءتان صالحتان على المستوى البدائي البسيط كيف يستطيع المخ إذن أن يعرف أي حالة هي الصحيحة كيف يعرف هل نتحرك نحن أم هل العالم حولنا هو الذي يتحرك يقوم المخ باستقبال المعلومات البصرية التي تلتقطها العين ويقوم بجمعها مع المعلومات التي يستقبلها من السوائل الموجودة في الأذن لكي يستطيع أن يقول الجسد يتحرك الآن وهذا طبيعي بعد أن ينتهي المخ البدائي من مهمته عندها يمكن أن يعود إلى التفكير في الجنس أو الانتقام أو في البوكمين إن عيننا وأنظمتنا الداخلية تعمل معا لتفسير ما يحدث من حولنا الحركة بواسطة المركبات تنتج مجموعة مختلفة من الأحسيث فالسيارات لا تملك تلك البصمة الاهتزازية الإيقاعية المميزة التي يربطها مخنا بالسير إلا إذا كنت بحركتك وتوقفك بالسيارة مماثلا بإتقان ودقة لحركة سيرك والأمر ينطبق كذلك على الطائرات والقطارات والسفن عندما يتم نقلك من مكان إلى مكان أنت لست في الحقيقة الشخص الذي يتحرك أنت فقط تجلس وتفعل شيئا ما تمرر به وقتك كأن تحاول مثلا أن تمنع نفسك من أن تتقيا نظام استقبال الحس العميق بداخلك لا يصدر تلك الإشارات الذكية للمخ لكي يفهم ماذا يحدث لك وعدم وجود أي إشارة يعني أنك لا تقوم بفعل أي شيء بالنسبة للمخ البدائي وتعزز عينك ذلك بإخباره أنك لا تتحرك ولكن في الحقيقة أنت تتحرك والسوائل التي تحدثنا عنها سابقا في أذنيك تستجيب للقوة التي تسببها تلك الحركة السريعة المتسرعة وترسل للمخ إشارات تخبره أنك تتحرك بل وتتحرك بسرعة كبيرة الذي يحدث الآن هو أن مخك يستقبل إشارات مختلطة من نظامين يعملان دائما معا بدقة لتحديد حركاتك وسكونك ويعتقد أن هذا هو الذي يسبب دوار الحركة مخنا الواعي يستطيع أن يتعامل مع تلك الإشارات المتضاربة بسهولة لكن على مستوى أعمق الأنظمة اللاواعية الأكثر أساسية بمخنا والمسؤولة عن تنظيم أجسادنا لا تعرف كيف تتعامل مع مشكلات داخلية كهذه ولا تعرف ما الذي يسبب ذلك الخلل في الواقع أقصى ما يمكن أن يستنتجه مخنا البدائي أنه توجد إجابة واحدة فقط إنه سم سم قاتل هذا هو الشيء الوحيد في الطبيعة الذي يمكن أن يسبب هذا الخلل العميق والربكة بأنظمتنا الداخلية السم ضار وإذا كان المخ يعتقد أن هناك سما داخل الجسد فهناك استجابة واحدة منطقية تخلص منه فعل نظام التقيؤ وبأقصى سرعة أجزاء المخ المتطورة تعلم أكثر من ذلك لكنها تحتاج إلى مجهود كبير جدا لتغيير نشاط الأجزاء القادمة عندما تصبح في طريقها لإتمام مهمة ما وبخاصة بكونها تقف في طريقها وتمنعها من ذلك هذا حرفيا ما تفعله هذه الظاهرة ليست مفهومة تماما في الوقت الحالي لماذا لا نصاب بدوار الحركة كل الوقت؟ لماذا لا يصاب البعض أبدا بدوار الحركة؟ يمكن أن يكون هناك العديد من العوامل الخارجية أو الشخصية الأخرى مثل طبيعة المركبة أو وسيلة النقل التي يتحرك بها الشخص بالتحديد أو بعض الاستعدادات العصابية لدى الشخص للتأثر ببعض أنواع الحركة يمكن أن تكون تلك الأشياء هي التي تساهم في الإصابة بدوار الحركة لكن هذا الجزء يلخص النظرية الأكثر شيوعا في وقتنا الحالي ويوجد تفسير بديل آخر وهو فرضية الرأة الذي يرى أن التمدد غير المقصود للعضلات خارج العين تلك التي تمسك وتحرك العينين بسبب الحركة يحفز العصب المبهمة وهو أحد الأعصاب الرئيسة التي تتحكم في الوجه والرأس بطريقة غريبة مما يؤدي إلى شعور بدوار الحركة في الحالتين كلتيهما نحن نصاب بدوار الحركة لأن مخنا تختلط عليه الأمور ويرتبك بسهولة ولديه عدد محدود من الخيارات عندما يتعلق الأمر بإصلاح مشكلته المحتملة مثل مدير تم الترقياته لمستوى أعلى من قدراته وإمكانياته ويستجيب بالتذمر والبكاء عندما يطلب منه فعل أي شيء دوار البحر أشد وقعا على الناس من غيره فعلى الأرض هناك العديد من الأشياء التي يمكنك النظر إليها لتحديد حركتك مثل الأشجار التي تمر أمامك لكن على السفينة لا يوجد في العادة سوى البحر وبعض الأشياء الأخرى البعيدة جدا عنك فلا تتمكن من استخدامها ولهذا من الأرجح أن يقوم النظام البصري بتأكيد عدم وجود حركة يضيف السفر من خلال البحر أيضا حركة غير متوقعة لأعلى والأسفل تجعل سوائل الأذن تطلق إشارات أكثر تشويشا إلى مخ مشوش من البداية في مذكرات حرب سدايك مليجان أدلف هتلر دوري في سقوطه تم نقل سدايك إلى أفريقيا عن طريق السفن خلال الحرب العالمية الثانية وكان الجندي الوحيد في فريقه الذي لم يستسلم لدوار البحر وعندما سئل عن أفضل طريقة للتعامل مع دوار البحر كان رده ببساطة أجلس تحت شجرة لا توجد أبحاث متاحة لدعم هذا لكنني واثق إلى حد ما أن هذه الطريقة ستعمل على منع دوار الجو أيضا موسيقى